دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرناندز إلى الوحدة يامس في الوقت الذي نظم فيه محتجون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة ومنتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم الذي يتجاوز معدله 60% وضغوطا ضخمة على عملة البيزو الأرجنتينية وقال فرناندز أن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية لأن تتني احتياطيات العملات الأجنبية وزيادة التضخم العالمي يلحق ضررا خطيرا بالاقتصاد المحلية